في سياق الجهود المتواصلة المبدولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من الرابع عشر إلى العشرين من سبتمبر الجاري نفذت العديد من العمليات التي أسفلت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقضى والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني في إطار عمليات مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عشرة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتين الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بالبويرة وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية سبعة وخمسين تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بسبعة قناطير وثمانية وستين كيلوغراما من الكيف المعالج كما تم ضبط مائتين وستة وثلاثين ألفا وتسعمائة وثمانية وتسعين قرصا مهلوسا من جهة أخرى وبكل من تمرست وبرجباج مختار وإنكزام وجانات أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مائة وثلاثة وتسعين شخصا وضبطت سبعة عشرة مركبة ومائتين وسبعة وعشرين مولدا كهربائيا ومائة وستة عشرة مطرقة ضغط وستة أجهزة للكشف عن المعادن وستة وثلاثين طنا من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب عبر غير المشروع عن الذهب هذا فيما تم توقيف سبعة عشر شخصا وضبط عشرة بنادق صيد وكمية كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بثمانية وخمسين طنا وكذا مائة وسبعة وستون قنطارا من مادة التبغ واثني عشر ألفا ومائة وثلاثون وحدة من مختلف الألعاب النارية وهذا بكل من العامة مع أسكر أدرار بسكرى الوادي أسطيف ميلا وإن أميناس وفي سياق متصل أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب أو تهريب كميات معتبرة من الوقود تقدر بثلاثين ألفا وخمسمائة وأربعة عشر لترا بكل من بورج بيجي مختار تم راسة تبسى الطارف سقهراس وقل سقهراس أقول فيما تم توقف مائة وخمسة عشر مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة عبر التراب الوطنية